طبعاً بيت صحور أو حقل الرعاة تكثر فيها المغاير أنا موجود في دير الكاتوليك لفرنسيسكان مثل ما شايفين واحدة من المغاير الكثيرة في هذه المنطقة لكنها مغارة كبيرة فعالة الأغنام بتكون بالخلى في الطبيعة وعندما يكون الطقس ماطر بيجيبوا الأغنام بيحطوهم في إزريبي أو في مغارة وبيحطوا باب وطبعاً الراعي هو بيقف كباب أن يكون حارس لهؤلاء الأغنام وطبعاً هاي رسالة مهمة كتير كتير لألنا فالرب اختار في العهد القديم رعاة كثيرون إبراهيم كان راعي وطبعاً إسحاق ويعقوب والأصباط كانوا رعاة بنقرأ عن موسى أنه كان راعي للأغنام عاموس النبي عاموس كان راعي للأغنام وإن نبي داود الملك داود كان راعي للأغنام وهكذا قيل عن الرب يسوع المسيح الرب راعية فهو الراعي فلا يعوزني شيء هو رئيس الرعاة كما يقول عنه الكتاب المقدس لكن الأغنام في هذه المنطقة كمان شيء مهم فالمسيح هو الراعي والمسيح أيضاً هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذه المنطقة ليست بعيدة عن أورشليم عن منطقة الهيكل فكانوا يجهزون ويعدون الأغنام حتى يكونوا بلا عيب كاملة ما فيهاش أي عيب وكانوا بيأتوا بهذه الأغنام إلى منطقة القدس حتى تقدم كذبيحة ففيه إشارة حلوة رسالة الميلاد هي رسالة أيضاً الصليب هي رسالة الفداء العظيم سواء من خلال الراعي الصالح الذي بدل ويبذل نفسه عن الخراف وسواء الخروف هو حمل الله وقيل عنه حتى في سفر رؤية مستحق أن تأخذ أنت للسفر لأنك ذبحت واشتريتنا لله فهو الخروف القائم المذبوح المكتوب عنه في سفر الرؤية لتقديم الخلاص رسالة الملائكة للرعاة كما كانت للقديسة مريم هي رسالة الخلاص أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب المسيح اللي تنبأت عنه نبوات العهد القديم الرب لأنه بيتكلم عن اللهوت باتحاد النسوت وأيضاً مخلص لأنهاي رسالة يسوع المسيح أن يخلص الشعب والعالم من خطيهم فعندما جاء الملاك وبشرهم بعد هذا الخوف ظهر مجموعة كبيرة من الملائكة تسبح الله طبعاً وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة وبعد هذه التسبيحة ظهر مجموعة كبيرة من الملائكة وسبحت ورنمت وعندما اختفت الملائكة قالوا الرعاء لنذهب إلى بيت لحم ونذهب لكي نرى الطفل ولاحظ العلامة كانت تجدون طفلاً مقمطاً مدجعاً في مذود اللغة اللي بيفهمها الرعاء كان مذود اللي بيطعمه فيه الحيوانات القديسة مريم وضعت يسوع المسيح في هذا المذود مقمط لأن كل أم كانت تمشي أو بتسير كانت تحمل القماط حتى إذا كانت حامل لا سمح الله ما تمت الولادي أو مات الطفل حتى تقمته حتى يكون ككفاً للطفل فمنشوف كل هذه الرموز من خلال طبعاً الأحداث الميلادية بتتكلم عن فداء المسيح ذهبوا إلى بيت لحم وقدموا السجود للطفل يسوع وعندما رأت مريم هذا الشيء كانت تحفظ كل هذا الشيء متفكرة في قلبها ترجمة نانسي قنقر